ويل لي لأني هلكت هلكت أيوة القدام المنظر ده أنا هلكت لأني إنسان ناجس الشفتين وساكن بين شعب ناجس الشفتين حط نفسه قبل الشعب لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود الملك رب الجنود وقالوا للعلاك فورا فطرق إليا واحد من السرفين أحبائي أطبق ده علينا كم مرة كان لنا اختبار داود في مزمور 139 وده واجب يومي ده واجب يومي واجب يومي كل طقي بيعملوا اختبرني يا الله أنا مش مشغولة رب بغيري يحصل يحصل في الآخرين أنا عايزك تكون راضي عني اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري أفكارك طيب ما كفاية أفعالك قال لا أفكاري أفكاري أصله في خطر من تصورات أفكار القلب في أفكار وفي تصورات تخيلات أوصل لجوه يا رب اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل أسأل داود الرجل الذي شاهد عنه الرب قبل أن يملك وبعد أن ملك أنه رجل بحسب قلب الرب وأنه خدمة قال عنه العهد الجديد خدمة بمشورة الله جي له هذا الرجل لازال يوجد فيك يا داود لازال يوجد فيك طريق باطل لا أنا أسأل نفسي النهاردة أسأل نفسي ألازال يوجد فيك يا فريد أحيانا طريق باطل نعم نعم طب تعرفوا إزاي لازم لازم الشعاع دا يجي ما فيش فاي لازم الشعاع دا يجي وانظر إن كان في طريق باطل وهدني طريقا أبدية دا واحد نور علي النور واحد تاني بدون ما رح نعرفينه كان بيظن أن هو أحلى واحد في زمانه ولما دخل في أزمته برر نفسه كتير هو أيوب هو يقول إيه في آخر السفر يقول التقرير دا الجميل دا بس سألوا إمتى أيوب قالوا بعد ما الرب ورّاله لمحة من قدرته فدل يسألوا الرب أسئلة سؤال وراء الثاني وراء الثالث ولا الرابع سألوا أسئلة كتير وقالوا جاوبني يا أيوب ما جاوبش في الآخر أيوب قال للرب هذه الكلمات قالوا أسألك أنت فتعلمني معلش يا رب بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي وعندما العين تكشف وطار قداسة الرب النتيجة إيه لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد أضع نفسي في التراب ماذا فعل بطرس عندما كان المسيح في السفينة يا معلم تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا ابعدوا إلى العمق والقوا الشباككم للصيد أخرج من سفينة يا رب لأني رجل إيه خاضي يا حبائي رب يدينا مش حكاوي ولا قصص لكن نلتقط أنفاسنا في وسط الزحمة اللي احنا فيها أننا أمام نور حضرة الرب نعرف حقيقة أمام نور حله ستعدى